بس الجدل احتدم جدا براحب بحرك معنا أولا براحب بك لأول بعد نفتح الموضوع براحب بحرك معنا يا دكتور أهلا وصحب الجدل احتدم جدا إلكترونيا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا بخصوص أراءك وخصوص نقاش كان تم ما بين حضرتك وما بين السفير ساعتها السفير أحمد قطان سفير مملكة العربية السعودية في مصر إيه رأيك في الجدل الضار ده شوف أنا أريد أن أوضح الأمر فيه لبسي شديد جدا السفير أحمد قطان أخ عزيز جدا ومن دولة شقيقة وغالية علينا جدا بلا استثناء لأزباب كثيرة اللي حصل إن أنا في محاضرات عامة وفي لقاءات وربما في برنامجك أيضا أثناء أزمة الجزيثين طالبت بإمكانية اللجوء إلى الأمة إلى المحكمة العدد الدولية القضاء الدولي لسبب بسيط أرفع الحرج عن الدولتين أمام شعبيهما حتى يأخذ كل حقه بالضبط لم يكن أبدا الهدف منها لأنا باستعدي السعودية على مصر ده أمر خيالي أمري لا يدور في ذهن أحد ولا أستعدي مصر على السعودية هذا أمر غير مقبول أبدا هما دولتان شقيختان تربطهما أقوى الروابط على الإطلاق فكان حديث منصب لماذا لا نعفي المسؤولين في الدولتين من الحوار ولا حديث مختلفة وخصوصا أن بعضهم لجأ إلى القضاء الوطني المحلي الذي لا يلزم الطرف الآخر فقلت لماذا لا نلجأ إلى القضاء الدولي إلى محكمة العدد الدولية لحسم هذا النزاع مثل ما حدث بين البحرين وخطر مثل ما حدث في طابة مع الفرق الضخم طبعا لأن ما عندنا أو ما عند السعودية هو عند العرب في النهاية فلا مشكلة ولذلك اللابس اللي أنا بسمعه ده يعني يختلف تماما عن وجهة نظري المعروفة وأنت خير من يعرفها وتحدثنا عنها في برنامجة كيامها مفهوم صحيح لا يمكن أبدا أن نتصور أن أنا ألقي بمثل هذه التصريحات شديدة السزاجة أبدا فالأخ أحمد يعني لم يكن يقصده طبعا شيئا سيئا ولكن لعله يتذكر أننا كنا في حوار شخصي وربما قلت أنه يمكن أن نلجأ إلى القضاء الدولي في هذا الشأن رفع للحرج وحسما للأمر ليس لها معنى آخر على الإطلاق وأنا مندهش من المهاترات اللي بتحصل على الفيسبوك لكن دي بقت موضة كل واحد لازل بد أن يصيبه منها رزاز وهذا قدرنا نتكلم عن الست نتكلم عن المرأة بقى إيه رأيك وخصوصا أن أنت جنبك صورة الناس مش هتبقى وخدبة بارها قوي منها يعني وخدبة